اهلا بيكم انا مهند فيديو ده هو فيديو ناس كتير طلبته مني بعد فيديو المراجعة بتاعة الاس 22 اولترا هي ازاي ان انا حاولت الشكل والايكونات بتاعة التلفون من الشكل التقليدي بتاعها ده للشكل السيمبل النضيف اللي انا مستخدمه على التلفون ده وكل ده من غير ما استخدم لانشر انا استخدمت الادوات الرسمية اللي سامسوك منزلها لنا على الجالاكسي ستور بتاعها والخاط بتاعته سهل و بسيطة تعالوا نبتدي الخطوات مع بعض وطبعا زي من شايفين ده شكل التطبيقات قبل التعديل وانا بحب احط التطبيقات اللي انا بستخدمها اكتر حاجة في اول صفحة في صفحة تانية بحط المعلومات اللي انا محتاجها زي ازاكرة العشوائية ووقت استخدام الشاشة والويتجت بتاعة جوجل مابس واول حاجة هنعملها ان احنا هنروح على البلاي ستور ونحمل التطبيق بتاع الايكونات اسمه فلايت برو ايكون والتطبيق ده في منه نسخة مجانية فيها الايكونات الاساسية بس وفيه نسخة مدفوعة وهي دي اللي عندي عشان دي فيها ايكونات لمعظم التطبيقات اللي موجودة وفيه منه نسخة تانية اللي هي الفلايت دارك برو ودي عبارة عن نفس شكل التطبيقات لكن باللون الاسود وزي ما هتشوفه هنا لما افتح الطبيق الاشكال المختلفة التانية في ايكونات بالالوان في ايكونات عبارة عن خطوط مفرغة بيضة سودة دهبي اشكال كتير زي ما انتم عايزين وانا فعلا انصح بالايكونات دي لان فعلا شكلها حلو جدا وتاني حاجة هنعمل ان احنا هنروح على الجالاكسي ستور مش البلاي ستور وهنبحث عن برنامج اسمه جود لك ولما ننزل برنامج ده ونفتحه هنروح على الايكونات اللي مكتوب عليها فاميلي وفي الفاميلي دي هننزل وندور على حاجة اسمها ثيم بارك ننزل التطبيق بتاع الثيم بارك ده ونفتحه ولما نفتحه هندوس على علامة الايكون ومن هنا هندوس على كريت نيو وهتفتح الشاشة بالشكل ده هندوس على الايكون باك وهنختار الباك اللي احنا نزلناها اللي هيا الفلايت برو وايت وبعد كده هيبع عندك هنا اوبشن تحت ان انت تتحكم في حجم الايكونات نفسها تكبرها او تصغرها انا هسبها زي ما هي وبعدين هتسايف ده باسم اللي انت تختاره وبعدين لما تخلص هتلاقيها كده بتتهزق قدامك عشان يعرفك ان اديه اخر حاجة انت معدلها فهتدوس عليها وتعمل بعد كده هتلاقي زي ما ان شايفين الايكونات كلها اختلفة بس هتلاحظوا ان فيه تطبيقات ملهاش ايكونات الايكونات بتاعتها فاضية عشان دي الابليكيشن نفسه ما قدرش يحدد لها ايكونا فهترجع على الباك اللي انت عاملها وهتدوس على الثلاث زراير دور وتعمل تشينج ايكون وهتشوف التطبيقات اللي ما متغيرتش لها الايكون هتلاقيها من غير ايكون هتدوس عليها وهتختار انت هتختار الايكون منين زي ما احنا عالفين ان احنا هنختارها من الفلايت برو بس هنا انا هعمل دارك مود عشان تقدروا تشوفوا الايكونات كويس اول تطبيق انا كنت بعمله هو لكن انا عارف ان هنا الفلايت برو فيها الجيك بنش ايكونة فانا بحثت على الايكونا دي واخترتها زي ما نشوفه هتلاقيها تغيرت تاني حاجة معنا مثلا لعبة بوكيمون يونايت فانا هعمل سيرش على بوكيمون هشوف لو في ايكونة لها ولا لا وفي ايكونة بيكاتشو فانا هختارها للعبة وهكذا وبعد ما تخلص هبرضو هتسايف الايكونا دي بعد التعديلات دي باسم اللي انت تختاره وبعد كده بتدوس عليها وبتعمل وزي ما انتو هتشوفوا دلوقتي التعديلات اللي احنا عدلناها الطباقت جيك بنش موجودة هو للعلامة بتاعة بوكيمون وبعدين هتروح على تطبيق وهتروح على الصفحة الاوانية اللي هي بتاعت اليونت وهتروح على تطبيق الهوم هتشغله وبعدين هتروح على الهوم سكرين وتنزل تحت خالص وهتعلم على دي عشان تلغي اسامي التطبيقات وانا طبعا بفضل كده عشان بيدي جدا ومش دي الحاجة الوحيدة بس اللي تقدر تعدلها احنا دلوقتي لما نروح على زي ما انت هتشوفوا اللي هي مش متفعلة شكل الايكونات في المالتي تاسك هتبقى عاملة كده لكن لما انشغلها هتقدر تتحكم بقى في الشكل اللي انت عايزه يعني لما تختار الستاك هتفتح التاسك مانجر زي الشكل بتاع الايفون وطبعا تقدر تختاروا حاجات تانية ممكن تخليها تفتح بالطول تطبيقات بالطول بلد عرض اشكال مختلفة وتختار اللي انت هتحبه تاني حاجة ممكن برضه تعملها ان انت تغير في شكل الساعة هتروح هنا على هنا هنروح على شاشة القفل اللي هي والشاشة تريفون معمول هتلاقوا هنا اشكال كتير ومختلفة تعالوا نختار شكل مع بعض وهنعمل صح وبكده في شكل الساعة في اللوك سكرين تغير ومش بس كده ممكن نروح هنا كانها فين بالزبط في الشاشة ومش بس كده ممكن انت كمان تغير في كل الحاجات التانية يعني مثلا الملتي ميديا والنوتفيكيشن شكلهم ووضعهم هيكون عامل ازاي في الشاشة تقدر تغيرهم زي ما انت تحبه ولما تخلص تدوس لكن لما حبيت تغير في الالويز اون ديسبلاي ما عرفتش ومفيش حاجة اتغيرت ومن الحاجات تانية برضو لانت تقدر تعملها ان تروح على الكويك ستار ومن هنا تقدر تغير الستايل وشكل بتاع النوتفيكيشن والاعدادات السريعة والالوان بتاعتها وفيه اشكال تانية كتير وهنا مثلا في ممكن تخلي التلفون يوريك يبين لك العلامة بتاعت الاي ام والبي ام او اللي هي المساء او صباحا وطبعا جود لوك فيه حاجات كتير تانية ممكن تقدر تعملها ممكن تجرب وتخش في التطبيقات دي وتغير فيها لحد ما تلاقي اللوك اللي يعجبك وزيما ان شايفين هو ده بقى اللوك النهائي اللوك سيمبل ونضيف جدا بايكونات شكلها هلو من غير اسام التطبيقات وطبعا هي الخطوات سهلة وبسيطة جدا ان انت تمشي عليها وبس كده دي الخطوات اللي انتم محتاجين تعرفوها لو عندكم ايه السفصالات او تعليقات سبوها لي تحت في الكومنس ما تنسوش تعملوا اللايك لو الفيديو عجبك وسبسكرايب عشان ما يفوتكوش الفيديوهات الجاية ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاية السلام عليكم